السلام عليكم مع عودة مراجعات أنمي جوجو سو كايسن في هذا الفيديو سنراجع ونفصل الأفكار اللي كانت موجودة في الحلقة العاشرة من الموسم الثاني سبب الوافئة أتوقع واضح بسبب الحرق يلي صار في المانغا بآخر أسبوعين أو تحديداً بآخر فصلين 99% من الناس اللي عم تتفرج على هذا الفيديو بنسبة كتير كبيرة رح يكون محروع عليها الأحداث ولكن رح نتجنب كل هاي الأمور ونحكي بالأحداث اللي موجودة حالياً في الأنمي فيلا من دونها تأخير تعالوا نبدأ في الحلقة العاشرة من وجهة نظري الشخصية هاي الحلقة كانت عم بتوصل نقطة جداً مهمة للناس اللي بتقولوا أنه جوجو ساتورو هي تلك الشخصية الفان سيروس هي تلك الشخصية اللي الناس بدون يشوفوها بكل الأعمال بغض النظر عن منطقية وجودها في القصة أو منطقية الأول اللي موجودة عندها هاي الحلقة كانت عم بتتوقف ضد هدول الأشخاص كانت عم بتأثبت هاي الحلقة أنه شخصية جوجو ساتورو هو محور الأحداث اللي موجودة هاي الشخصية القادرة على تغيير موازين القوة في الأحداث وجود جوجو مع أي طرف من الأطراف اللي موجودة في الأحداث بيعني فوز هذا الطرف من دون أي نقاش فساتورو بيأثر على الأحداث بشكل مباشر بيأثر على الشخصيات بيأثر على موازين القوة مثل ما حكينا شخصية جدا جدا مهمة وما لا فان سيروس على الإطلاق إذا تفرشت على الحلقة العاشرة ولحد هاي اللحظة ما اقتنعت بهذا الكلام تعال أعطيك دليل من خلال الحديث اللي صار ما بين اللعنات باختصار شديد جوجو ساتورو موته أو عدم وجوده في هاي المعركة أو في المعارك القادمة بيعني انتهاء المجتمع البشري تغيير موازين القوة والكثير من العواقب الوخيمة اللي راح تصير بالعالم جوجو ساتورو هو الإنسان اللي حاليا بيرجح كفة المجتمع البشري ضد اللعنات عدم وجوده بيعني انتهاء كل هذا الكلام وإذا لاحظتوا أنه أول ما انتشر خبر أنه جوجو تم ختمه فورا الشخصيات غيرت خططها رأسا وقفوا شوي نحن كل الخطط اللي كنا عم نعملها بناء على وجود جوجو معنا في المعركة تم ختمه تم سجنه وقفوا كل الخطط اللي كنا بنحكي فيها غيروا كل الخطط غيروا كل شيء انتوا كنتوا عم تتدربوا عليه جوجو ما موجود يعني في عنا طريق ما بنعرف وين نحن راحين فيه بكل اختصار كل شيء تم البناء عليه بسبب وجود جوجو عدم وجوده بيعني في عنا ضياع بطريقة أو بأخرى معروف كان الوضع بالنسبة لنا بطريقة أو بأخرى راح نفوز بهاي المعركة بسبب وجود جوجو إضافة أنه حكينا ضمنانين أنه ما حدا راح يحسن يهزبه ولكن ختمه أو سجنه بيعني أنه جوجو مو موجود بيعني أنه خططنا راح تتغير نحنا كنا عم نبني كل هذا الكلام بناء على أنه جوجو ما راح يموت ما راح يطلع من المعركة تبعيتنا خروجه بيعني تغيير كل شيء وأتوقع كان واضح من خلال الحلقة أنه الشخصيات صارت في حالة مبدأ لك من الفوضى ولكن تغير كانوا راحين بطريق راحوا بطريق تاني مختلف تماما الآن ذكرت لك أنه موازين القوة راح تختلف بعدم وجود جوجو تعال نحكي على فكرتين انطرحوا من خلال اللعنات كمان جدا مهمات ويجب أن يكون فاهمانين بطريقة كتير كبيرة الفكرة الأولى قتل إيتادوري الآن إذا قتلتوا لإيتادوري بيعني أنه سوكونا ما راح يكون موجود ولكن لازم تركزوا على نقطة جدا مهمة وجود سوكونا في الأحداث حاليا في محطة شيبويا ما كان هو الخطة A بمعنى آخر خطتنا الرئيسية ما كانت بترتكز على أنه نحن نقتل إيتادوري ونروح نطالع سوكونا ونرجع سوكونا ويجمع طاقته ويطلع حتى يساعدنا هاي ما كانت الخطة A هاي كانت الخطة B الخطة A هي اللي تنفزت فعليا أنه نحن نختمه لجوجو لأنه باختصار شديد الإنسان الوحيد في العالم أو الشخصية الوحيدة في العالم يلي ممكن توقف ضد جوجو وفعلا تخليه لحاله هو هنه الثاني تنفسه لحاله ونحن نركز على أهدافنا الثانية سوكونا هو فقط الشخصية الوحيدة اللي قادر أنه يوقف ضد جوجو ويتقاتل مع بعضهم فعلا تكون إلى حد ما عادلة عدم موجود جوجو يعني ما ضر في داعي أنه يكون عندنا سوكونا موجود لأنه في احتمالية معينة بالظلمة وجودة هي قليلة ولكنها الاحتمالية موجودة أنه يجي سوكونا يرجع ويكون فعلا خطر على اللعنات هذا الكلام طبعا اجا من شخصية البركان طبعا اسمه صعب ما بحسنت أحفظه فخلص أكيد أنتوا تعرفوا عن منا بحكيه شخصية البركان أو الفوهة تبع البركان خلاص هذا هو فهو كان بحكي هذا الكلام من لسانه أنه نحن عدم موجود سوكونا بطريقة أو بأخرة ممكن يفيدنا لأنه ممكن يكون مصيبة على رأسنا ممكن يكون شيء جدا سيء بالنسبة للنحن اللعنات أما الفكرة التانية اللي كمان مثيرة للاهتمام نعم جوجو حاليا تم ختمه هو موجود في السجن وما رح يطلع منه إلا في تدخل خارجي رح نحن هيك على موضوع السجن بعد شوي ونفصله بشكل جدا دقيق ولكن حاليا جوجو مو موجود بس بنفس الوقت إذا بيرجع السوكونا ممكن فعلا يخلق لنا عصر اللعنات ينتهي البشر كامل عصر البشر ينتهي ويصير في عنا عصر للعنات والحياة تكون عبارة عن لعنات فقط لغير بحكم أنه هنا قادرين على أنه يتعايشوا مثل البشر فانطلاقا من الحلقة القادمة رح نشوف ماهيتو هو ويحاول يقتل إيتادوري لحتى ينتهي من هذا الموضوع عكس فعليا البركان يلي رح يحاول أنه يخلي إيتادوري موجود ويطعميه باقي أطراف أو أعضاء خلينا نقول أصابع سوكونا ويرجع سوكونا مرة تانية فهذا كمان طرف مثيل الاتمام فيما يخص الأحداث لأن جينا على النقطة تعتبر جدا مهمة وينه جوجو حاليا؟ نعم شفنا أنه تم ختمه تسكر هذا الشيء على جوجو وشفناه في مكان أو صغير هذا الشيء وشفناه في مكان فيه لخبطة معينة حمنا فاهمانين تعال فهمك الموضوع بإختصار شديد من دوم مع ضايعك المعلومة الأولى عن هذا السجن هو خارج نطاق المكان والزمان إضافة إلى وجود أي شخصية في هذا السجن بتمنعه أنه يستخدم أي مجال وأي العناء الآن هذا الكلام بيعني أنه موجود بفراغ معين الدقاية اللي بتمشي بره ممكن تعدي عليه بساعات وأشهر وأيام وسنين فعلا ممكن يمرق عليه جو هذا الختم مثلا عشر سنين بره يكون دقيقة دقيقتين والعكس صحيح ممكن هو يعيش جوه هذا السجن لمدة دقيقة ولكن بره في العالم الحقيقي يكون مارق عشر سنين عشرين سنة ممكن مئة سنة فهذا هو الفرق إنه فيه فراغ معين الموضوع كله بتوقف على قدرته العقلية بتحمل هذا الشيء تحمل هذا الفراغ اللي هو موجود فيه تحمل فكرة إنه هو خارج نطاق المكان والزمان قدرته على التحمل بتعني معاناته كل ما كان قادر إنه هو يتحمل أكتر كل ما كانت معاناته أقل بمعنى آخر إذا راح نضرب المثال على الشيء اللي حكيت لك قبل شوي ممكن إذا كان مثل جوجو ساتورو ممكن هو يفكر إنه أنا عايش صلي دقيقة أو دقيقتين جوه السجن ولكن ممكن يمرق عليه سنة سنتين ثلاثة لأنه جوجو ساتورو وهذا الشيء اللي شفناه من الفعليين الختم إنه طبع الأرض ومباحدة يحسن يقرب عليه لأنه جواته مين؟ جوجو ساتورو على العكس ممكن تجينك شخصية تانية ما يكون عنده القدرة الذهنية إنه هو يتحمل فالموضوع بيكون عليه مصيبة ممكن يحسن حاله مرق مثلاً عشر سنين عشر سنين سنة مئة سنة بره بالعالم الحقيقة ممكن دائية أو دائتين فهذا هو الفرق يلي بيصير في سؤال ممكن واحد يطرحوا على نفسه إنه طيب جوجو ساتورو يعني بالخير نحن نحن نحكي على جوجو ليش ما يحرر حاله باقتصار شديد لا يمكن إنه يتحرر ما في أي طريقة يتحرر فيها من هذا السجن إلا في مساعدة من الخارج أو تدخل خارجي لازم حدا يتدخل لحتى يحرره وهذا الشيء اللي شفناه مع نهاية الحلقة شلون منطلقوا يقومي ويتادوري لحتى يخلصوا لجوجو الآن نروح نحكي على فكرة من وجهة نظر اللعنات بلسان شخصية البركان الاختلاف ما بين البشر وما بين اللعنات الآن من وجهة نظره بيقول إنه اللعنات ما بيخافوا من الموت والنطأ الأهم أنه نحن وقت نحط في بالنا هدف معين نحن منروح لهذا الهدف من دون ما يكون فيه عنا لف ودوران خلص هذا هو هدفنا منروح على هدفنا سايوي والكلب يشوفنا وما عنا أكاذيب فيما يخص هذا الموضوع لا عنا أكاذيب لا عنا لف ولا عنا دوران عكس البشر يلي ممكن لحتى يوصلوا لأهدافهم يعملوا ألعاب معينة هاي من وجهة نظر فعليا شخصية البركان بيدخل ماهيتو بيقول إنه مهما كان البشر واللعنات غير متوازنين وغير متعارضين بيظلوا فعليا اللعنات بيتصرفوا وفقا لرغباتهم الشخصية هاي من وجهة نظر الشخصية أو خلينا نقول هيك تفكير اللعنات وقالوا إنه هذا هو جوهر اللعنات اللي موجود في اللعنات وغير موجودة عند البشر وهي واحدة من الأسباب اللي هنن عم بيعملوا كل هاي الأمور لحتى يعيشوا في عالم فقط فيه لعنات ما فيه بشر على الأطلاق ننتقل للنوطة الأخيرة بدنا نحكي عليها فيما يخص هاي الحلقة المشد اللي شفنا فيه غيتو أو خلينا نقول الجسد أو العقل اللي احتل جسد غيتو بيمسك إيده وبيخنق حاله هاي الحركة كانت دليل جدا مهم على وجهة النظر اللي طرحه ماهيتو في الحلقات السابقة إذا بتتذكروا ماهيتو طرح وجهة نظر فيما يخص الأفكار اللي بتجي دائما بباله فلسفة معينة موجودة عنده قال ببعثة هل الروح بتنشأ من الجسد ولا الجسد هو اللي بينشأ من الروح يعني بمعنى آخر البيضاء اجت أول ولا الدجاجة اجت أول الآن هذا المشهد كان هو المشهد يلي بيعطينا هذا الجواب في عالم جوجوتسو الجسد بيشتغل شغل الروح عكس في الحياة الحقيقية هذا الشيء اكيد مؤمنين فيه تماما انه خلاص بس الانسان مات بتطلع روحه لفوق انتهى الموضوع عكس الشيء اللي مثل عم نحكي فيه عالم جوجوتسو انه اوكي مات الشخص ولكن الروح لساته في الجسد فالإيدة اللي مسكت على رقبة العقل اللي دخل على جسد جاتو هو فعليا جاتو يعني بمعنى آخر روح جاتو إلى حدا ما لسته موجودة في الجسد هاي الفلسفة اللي تم التجواب عليها من خلال هذا المشهد فيما يخص الفكرة اللي طرحها ما هيتو وانا هنا يا صديقنا نكون قد انتهينا من الحديث عن الحلقة العاشرة بلشت الاحداث انه هي تصير اجمل او خلينا نقول حماسية اكتر يدخلوا شخصيات اكتر نستنى الحلقة القادمة نشوف ايش رح يصير بالزبط اذا عجبك هذا الفيديو تلسس اكيد لايك على تشتركوا على قناة اذا حد منك اشترك وشوفك اكيد الفيديو قادم سلام عليكم